أنا في معرض الأخ فراس أساني أنا في معرض لوند الثلاث شهور في منطقة سياحية وعندنا كشك وعطور وهدايا بأسعار بسيطة وجنبنا منافسين كثر السؤال ما هي الطرق الترويجية التي يمكن تنشيط حركة المبيعات ومشكرا لأ ما هو الترويج ده في حاجات كتير حسب بقى انت الشريحة بتاعتك والهم لو هتقدر توصل لهم ازاي وهم يعني احنا أنا كنت عملت مرة عملت مرة في لقاء من بتوع العيادة الشركات اتكلمنا على الترويج وحكينا ان فيه ست طرق للترويج وان كل شركة بتختار المزيج الترويج بتاعها فحرك الموضوع ده يعني مع اختلافات الانشطة هي وسائل الترويج واحدة تعرفها هي ايه وانت هتلاقي نفسك على طول لما هتنور كده تقول ايوة هي دي تنفعني لا دي ما تنفعنيش يعني مثلا من ضمنها الاعلان واعلان التلفزيون وما انكش تتعوى انت بالكلام ده من ضمنها يبقى فيه مثلا من ضمنها البيعين الشخصيين مهمين ان يبقى فيه من ضمنها التلي سيلز وان انت تعمل ترتيبات مع الفنادق اللي انك توزع ورق فيه ناس شغالين في انشطة زي كده عاملين اتفاقيات في مجال السياحة بالذات بيبقى دايما المرشدين السياحيين بيسموها بريسكرايبرز في الماركتينج عندنا اللي هو الحد اللي يجيب واحد يجيب لك واحد ده يقول له اشتري من الناس دول البرسكرايبرز فانت حرك هتلاقي الترويج في مجالك المزيج بتاعه هتقدر انت تطلعه لو عرفت ايه البدايل تدرس البدايل كويس وبعدين تقدر تطلع ما يناسبك منها مش كل الحاجات بتناسب كل الانشطة وعلشان انا اقول لك اللي ناسبك بالزبط بحتاج اعود اسئلك في شوية حاجات كتير الافضل ان انت تعرف وتقرر الاخ ليس زماني برضو وليس زماني بقى ستك هتيجي كتير وبعدين كده الناس بيتخنقوا معاي ايه عكس بصطلح التضخم اللي هو التضخم عكسها شفت اجابة مختصرة ومس مش هوله اكتر من كده حضرتك دايما بتقول ان انا اشتغل في الانفهم بس طلوها بحقية طب لو حد حاب لأ انا بقولش دي انا بقول حاجات كتير قوي متاخدش جملة وتكتزقها ليه لان اللي منشغل في حاجة خالص ومش فاهم في حاجة خالص ده يعمل ايه يعني ينتحر لا يشتغل برضو حضرتك دايما بتقول ان احنا نشتغل في الانفهم طب لو حد حاب يغير اهتمامه ويشتغل في الموضوع الجديد ده ينفع ولا لا وازاي يبتدي ايوة كده بقى مزبوطة هرد عليك بحاجة انا بقولها برضو كتير لو انت عايز تدخل مجال جديد او ما تعرفش حاجة خالص تخيق يعني لحد ثاني يعني غيرك لاخ يحيح يا ذكري بيسل يعمل ايه يدرس ويدرس كويس وهيبقى عارف ان برضو في دراسته هيبقى فيه اجزاء قصرة بس يحاول يقللها بقدر الامكان عشان يقلل المخاطرة يدرس هيدخل يعمل ايه بالزبط وايه القيمة اللي هيدخل يديها مختلف عن منافسينه ولو كانت بسيطة اللي هي بيسموها وعشان يقدم هذي القيمة ايه داخلي اللي هينظم نفسه به وبالتالي ايه تكلفة الدخول اللي هيتكلفها ويضيف على تكلفة الدخول بتاعته تكلفة اول فترة تشغيل ممكن ما يكونش فيه النشاط كويس وفيه مبيعات ويضيف مصرفات مبالغ للتسويق والترويج عشان الناس بتنسى الحاجات دي ويعمل سيناريوهات للنشاط ما يبقاش دايما يفكر تفكير اللي هو الوشفول تينكينج اللي هو الاماني كده تفكير الامنياتي يقول لك اه ده يبص الناس دول فتحوا وعملوا ايه ويجي مسلا مع الحد شغال من عشر سنين يقعد يعد زبينه اللي داخلين وطلعين يقول لك بس انا هفتح بقها كده لا ممش حاجة يسمها كده حاجة بيبدأ زي ايه اول سنة زي تاني زي عشر سنة فتحط سيناريوهات حاجة يسمها بسيميستيك سيناريو متشائم وابتميستيك متفائل او رياليستيك في ساعات بيسموه رياليستيك بقى بسيميستيك وابتميستيك رياليستيك حتى ما ليها ساجعة كده جميل يعني ممكن ما يبقوش ثلاثة يبقو خمس ست سيناريوهات وبعدين تبدأ انت تحاول توصل للبسيميستيك ده توصل للابتميستيك او على البسيميستيك وتبقى مقدر قبل ما تدخل لو البسيميستيك ده تول معاك قد ايه اممكن تقفل ولو قفلت هتخسر قد ايه ما هي حسابات الاستثمار الجديد انك انت بس بتحاول تتعامل مع المخاطرة وتقليلها قدر الامكان المحاذير عند عمل افكار جديدة للمشاريع افكار جديدة اخ محمد فرماوي ده انا عامل بقى عن موضوع الافكار الجديدة انا بيني وبينها عدوة المنتجات والافكار الجديدة ليه عدوة لان شفت ناس ما خسروا ملايين في مدة ريادة الاعمال دي وهو مؤخرا انا عرفت ان بتوع ريادة الاعمال اللي هي المسرحية والله انا كنت قريب قاعدة اقراك تابعا يعني حتى في امريكا بدأت ان هما يفقسوا الموضة دي من فترة مع ان هي جايلنا من امريكا الانتربرنيرشب بقى وريادة الاعمال يعني في من زمان كده خواجة كتب كتاب اسمه ايه مثل اللي هي خرافة الريادة الاعمال وممكن انا جبت لكم زيرته قبل كده فيعني الراجل في الكتاب وانا هقل لكم اللي قاله بيقولك احنا عايشين في عصر هو قال الكلمة ايه اللي هي الافلام الاباحية او اباحية ريادة الاعمال يعني الناس اللي هو بيكتذبوهم بالغريزة ويعملوهم افلام اباحية فهو بقى بيخطبوا غريزة شابه اطلق الملايين اللي في الحواليك وروح لمديرك وديله بكسف وشه وارفص الباب برجلك وروح افتح مشروعك ده نوع من انواع الاباحية غريزة الاستقلال بقى المادي ولا معرفش كلام فارد يا اما بياخدوا الشباب في سكة التسويق الهرمي نصب يا اما بياخدوهم في سكة مرتفعة المخاطرة جدا بتاع تريادة الاعمال اللي هي بيكتمع فيها السلاسي سلاسي الفشل الفضيع وانا اكيد قلتها لكم دي كتير وما فيش مانع ان انا كرارها للمرة المية اتنين ووستين شاب جديد على البيزنس فاتح شركة جديدة على السوق نازل بمنطق جديد محدش عارفه مفيش مخاطرة اعلى من كده في الدنيا ده كل واحدة من دول بلوة لوحدها يعني انا راجل فاين في البيزنس هو بداعي وبعد حاضر هو انا لو فدحت شركة جديدة مفيش مخاطرة فيها مخاطرة بس هي قال ليه لان انا مش جديد على البيزنس بس الشركة جديدة كون ان الشركة دخل السوق جديدة فيها مخاطرة لو انا هحط بقى ثلاث حاجات انا جديد والشركة جديدة ونازلين بمنطق جديد هي جوجل مسلا اللي بتنزل جوجل هي قوية دي مش بتنزل منتجات جديدة بتفشل بتنزل وبتفشل بس يمكن معظمهم احنا بنسمعش عنه واحد منهم صرفوا عليه 300 مليون دولار اعلانات فشل ادخل قرأ ادخل قرأ قصته اسمه قبل جوجل بلاس اسمها جوجل ويف تقريبك اسمها جوجل ويف فشل فده تفكيري بس انا كنت مش فاكر كنا في السياح و بنتكلم عن موضوع تاني ودخل موضوع الفكرة الجديدة دي اتعلم انجليزي الاخر ده ده بس بيقولك انا عايز ابقى لبلب في الانجليز يا مفيش قدامك لانك تتعلم انجليز مفيش اكتر من كتر بسيطة يعني الانجليزي دلاتي فيه شباب كتير قوي عاملين شانلز على اليوتيوب جميلة فيه انا قريب قوي سمعت شاب ماصري عامل حاجة اسمها زي امريكان انجليش وعنده ستلاتة مليون سبسكرايبر وعمل ريكورد على مستوى العالم بيقولوا ان دي اكبر قناة تعليم انجليزي في العالم استفيدوا بالكلام وفيه مهندس ظريف من نواحي تانتا اسمه محمود ابو زيد عامل قناة برضو فيها انجليش وفيه الشاب اللي ده مخفيف قوي ده اللي بيطلع يقول الناس الاسمه اللي هو بيقولك يعرف الصحة وخليه جواك وانا سرقت منه الجملة دي في بعض الحاجات في الادارة يقولك طب انا عرفت هو الكلام بروح اقوله المدير يقولي لا مش هنعمل الكلام خلص وديك عرفت الصحة خليه جواك يعني يعني ات خليك سلف ليرنر معك فلوس شوية روح لمكان بس يكون محترم في الكورسات الانجليش او تشوف حد كده درس خصوصي ولا حاجة الانجليزي لاغنا عنه بقى اصبحت لغة الحضارة دلوقتي وده سواء شئنا او ابنا هو ده الوقت هنقد نقول عربي واللغة الجميل جد معاك وبحب العربي والادب والكلام ده وحاجة يعني مش محتاجة ان احنا نعلي على بعض فيش مصدر واحد بالعربي تقدر كتاب تقرأ منه ديجيال مارك لان انت هتمسك اي كتاب امريكاني علم ما تترجمه وتخلصه ما هيكون تكلم ده من وشين مثلا يعني محتاج لازم تطلع على الاصل المعرفة وهم الوقتي اللي بيطلعوه اه از امريكا انجليش فاهم ابراهيم عادر كويس والله انا مش فاكر ما كنش فاكر اسمه يعني الاخ احمد الخلي برضو كتر خيره انا قلت دوران المخزون في الملابس الطاعي محمد عشماوي بيسألني انا قلت فعلا المعدل دوران المخزون في الملابس الطاعي خمسة خمسة يعني ايه لما تيجي تقسم الكوجز بانا طبعا هقولك حاجات لازم تكون انت عارفها الكوجز اللي هي تكلفة المبيعات بتاعتك طول السنة على متوسط قيمة المخزون الرقم يطلع حوالين لخمسة لو طلع اقل يبقى انت مبيعاتك قليلا لو طلع اعلى يبقى مخزونك قليلا بس هو ده دي الخصة في عندي انا منزل شوية فيديوهات على الادارة المالية عشان تعرف تدير المخزون لازم تفهم شوية موقف المخزون موجود فين لان المخزون من ضمن الحاجات اللي بتربط الميزانية بقيمة الدخل قيمة البضاعة بتكلفتها كمخزون موجودة في قيمة الميزانية دي اللي ما تبعتش اللي اتبعت موجودة في قيمة الدخل ففي تربيطة بينهم والربطة دي يعني فيها جزء تحليلي محتاج تفهمه علشان تعرف تدير مخزونك ايوه عمر عبدالرحيم بصراحة يعني شاب بيعجبني جدا وعملوا انا انا عمل سبسكرايب للقنوات دي طبعا وبوصلهم بنوع من الغيرة برضو ده ما يمنعش شوية لانهم عندهم ملايين سبسكرايبرز وانا غالبان عنديش غير مئة الف وشوية وعملوا حاجة زريفة عمر عبدالرحيم ده ومحمود ابو زيدل ايه كانوا يفتكسوا كده خناقة مع بعض كأنهم متخلقوا وبعدين مطلعين في فيديو مع بعض وطلعوا ان هم عاملين الكلام ده علشان يعملوا باز وده الشغل من ده من الديجيطال ماركتينج وارد ان انت تعمل مشانا قلت لك المحتوى الفيرل ده اه محتاج برودكاستر فده راجل برودكاستر وده برودكاستر لتنين عندهم فولورز ملايين لما يطلعوا يقولوا احنا اتخانقنا ده القصة دي بقى تلاقي الداس كتير قوي اهتمت بيها وبعدين اتقابلوا ولا طلعوا ولا كانوا متخانقين ولا اي حاجة وهو ما حاكوا الحكاية قالوا احنا مكناش متخانقين ولا اي حاجة يعني لا هو دايما في بيانات الاحمق الدخولي بيقولك مفيش بيانات هو بيكون في بيانات بس بيكون اللي داخل جديد مش عارف يجيبها منين هي بقى هتحاول انت اه انت بتقولها بناءا على العميل العميل ده ماينفعش يسمع سعر قليل لو انت روحت لحد من اللي هو بيجيب شركات التنظيف او انت بتقول تنظيف وتبغي يعني ومتعود ياخد اسعار عالية لان هو ده الشريحة ده لو انت قلت له سعر قليل ده غلط ده كده اسمها كاستمر بيزد برايس ففيه كمبتيشن بيزد وفيه كاستمر بيزد وفيه كوست بيزد يعني لما ييجي مثلا جراح ده دكتورة نيسا لما تيجي مثلا ايه حد واحدة هتولد قيصرية لو الست دي ده دخلوا شيكوا لابسة دهب كده من هنا الهنا ولا سوليتير معرفش ايه اكيد هتديها سعر وده طبيعي وده كاستمر بيزد غير لما يكون جاية ايه اه ست غلبانة وجوزها بواب فمعرفش فين وهيعملوا ايه يعني ممكن يبقى اه طيب جينا بعد كده انت هتعمل اشتراك فيه بقى خصمات الخصمات بقى الكميات كميات يعني ممكن بقى الناس تشترك معك كده الفترة كده فتدفعوا فتعمل لهم نظام لوحدة تسعير والخصمات بقى فيه خصم كمية وخصم يعني فيه حاجات بقى مش هتنطبق عليك لتعجيل دفعة وفيه خصم موزعين وحاجات زي كده فانت تاخد اللي يهمك اه وبعد كده عندك مزيج منتجات عندك بتعمل تنظيف سجاد تنظيف كذا تنظيف كذا لازم تعمل علاقة ما بين الاسعار تكون متوازنة ما تجيش تقولي مثلا تنظيف السجادة بخمسمائة جنيه وتنظيف الشقة بمئة جنيه يعني ايه طبعا علاقة الاسعار ببعضها ايه ايه يعني موضوع التسعير برضو ادواته واحدة لكل الانشطة اللي في الدنيا فيه حاجة اسمها برايسنج هي كده خلاص فانت تعرف الخطوات دايما الناس بيحبوا يسألوني تسعير الكذا تسعير تسويق الكذا بيع الكذا وطبعا كل مرة خلاص انا بطلت بقى بتعود انا عالكلام والكذا ده مايفرقش الكذا ده عن الكذا ده عن الكذا ده هي حاجات واحدة انا ملاحظ ان جزء كبير من التعليقات انتوا بدأتوا تصحبتوا على بعض تقريبا وبدأتوا تكلموا بعض تنشني ودي برضو دي علامة كويسة انتوا تبدأوا تفيدوا بعض بقى نفس النصايح اللي يعني بصرف النظر الاخ برضو ايه انا ناوي اشتغل شغلانا كذا في الموضوع الفلاني تنصحني بايه نفس النصايح اللي انا نسألها من شوية دلوقتي ترجمة نانسي قنقر